العشرات وربما المئات من أنصار ميليشيات الحجد الشعبي في العراق يقتحمون المنطقة الخضراء وحرم السفارة الأمريكية في بغداد في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد جموع المواليين للحجد كان على رأسهم قيادة بارزة للميليشيات من بينهم فالح الفياد رئيس هيئة الحجد الشعبي وهدي العامري رئيس تحالف الفتح وقيس الخزعلي قائد ميليشيات عصائب أهل الحق بالإضافة إلى عدد من قيادات الحجد ردود الأفعال داخليا تباينت حول ما شهدته المنطقة الخضراء الأكثر تحصينا في البلاد حيث توعدت الأطراف المنضوية في الحجد الشعبي ومن بينها حزب الله وجند الإمام توعدت بخطوات تصعيدية أكثر في المستقبل أما رئاسيات الثلاث في العراق فنددت بالاعتداء على البعثة الأمريكية وأكدت أنها خطوة مرفوضة وتسيء لمصالح البلاد